إيران توجه تهاما رسميا لإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع في منشأة ناطنز النووية مهددة بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تهم إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم الذي وصفه بالتخريبي واستهدف المفاعل ما أدى إلى تدمير أجهزة طرد مركزي تستخدمها طهران لتخصيب اليورانيوم هناك المتحدث قال إن بلاده ستستبدل أجهزة الطرد التالفة بأجهزة متطورة وعقب توجيه الاتهام رسميا كشفت وسائل وإعلام إيرانية أن طهران حددت هوية شخص تسبب في انقطاع القهرباء في منشأة ناطنز النووية وفي نفس السياق ألقى وزير الخارجية الإيراني جواد زريب بالمسؤولية على إسرائيل في الهجوم الذي وقع في المنشأة النووية وقال إنها ستنتقم لذلك ورغم عدم صدور تعليق رسمي على الاتهامات الإيرانية لإسرائيل إلا أن هيئة البث الإسرائيلي ذكرت أن جهاز الموساد شن هجوما إلكترونيا على الموقع هجوم يعد الحلقة الأحدث في سلسلة التوتر بين إيران وإسرائيل ستبقى إيران يقذة دائما تجاه أعدائها ولن تقوم بأعمال تصعيد التوترات في المنطقة لكننا نريد أن نقول بصراحة شديدة لكل من يريد أن ينفذ تخريبا علينا فإنهم إذا حاولوا شن الحروب فإن إيران ستفعل ذلك يرى محللون أن تهران ستسعى للرد لكن دون تسبب في إشعال المنطقة ويعاقت الجهود الدبلوماسية النووية لرفع العقوبات عنها خاصة بعد انطلاق جوالات تفاوضية بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي وهو ما عرضته إسرائيل بشدة معتبرة عودة إيران إلى الاتفاق النووي تهديدا لأمنها اشتركوا في القناة